مدينة بورسودان الرحمة للشهداء والدعاء للجرحة بعاجل الشفاء أكد مجلس السيادة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 أغسطس 2019 على اتخاذ عدة خطوات تحفظ هيبة الدولة والسلام الاجتماعي وتحافظ على الأرواح والممتلكات جراء الاختتال القبلي الذي جرى في مدينة بورسودان وخلف عددا من الشهداء والجرحة لقد رصدت الأجهز المختصة استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع مما يكشف وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى وقد وجه مجلس السيادة باتخاذ تدابير الإيجابية التي تحول دون نقل الصراع إلى مدن أخرى إضافة إلى رفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية لرصد أي اجتماعات واللقاءات تعقد لتغزية الصراع أصدر مجلس السيادة قرارا بعفاء والي ولاية البحر الأحمر المكلف وتعيين والي يعمل على بص سلطة القانون والأمن وهيبة الدولة كما أصدر قرارا بعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية ويؤكد المجلس على تفعيل حالة الطواري وتكوين لن يتحقيق لتقصي الحقائق مع العمل على الإيفاء بالتعويضات وجبر الضرر ويشدد مجلس السيادة الانتقالي على حيادية الأجهزة العسكرية والأمنية وتعاملها مع أطراف الصراع مؤكدا على أن كل من يثبت انحياذه لطرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة سيتم التعامل معه بحزن ويدعم مجلس السيادة الحلول السياسية والاجتماعية التي تعضض التعايش والسلامة الاجتماعي في مدينة بورسودان وعموم السودان ويشدد على همية بورسودان كميناء الرئيس للسودان ويعتبر أن أي استهداف لها إنما هو استهداف للأمن القومي للبلاد